ناتج المحلي نروح إلى خبرنا الثالثة أو قائمة نذكر أهم أو أقوى سبع شركات سعودية ناشئة حسب موقع عرب فاوندرز اللي عام 2021 نذكر منها الشركات اللي حصلت على أكبر جولات تمويلية في عام 2021 نتكلم عن تطبيق تمارة والشركة المتخصصة في التقنية المالية يعني في هذه السنة حصلت على تمويل يزيد قيمتها عن 100 مليون دولار في مراحلها المبكرة أيضا من الشركات الناشئة اللي حصلت على أكبر جولات تمويلية في عام 2021 هي منصة سعري واللي تأسست في عام 2018 على يد كل من خالد الصيعري ومحمد الدوسري نتكلم عن أيضا إجمال ما حصلت عليه منذ تأسيسها 36 مليون دولار منذ بدايتها زي ما ذكرنا في عام 2018 أيضا من الشركات اللي حصلت على أكبر الجولات التمويلية في عام 2021 نتكلم عن موقع سيارة السعودي لبيع وشراء سيارات الجديدة والمستعملة يعني حصد هذا العام تمويلا بقيمة 20 مليون دولار ليعتبر من أكبر شركات الناشئة السعودية تمويلا خلال 2021 وأيضا عندنا شركة عزوم ليندو والشركة السابعة هي يونيفونيك هذه كانت أكبر الشركات أو أكثر الشركات اللي خذت على أكبر التمويلات والجولات التمويلية في عام 2021 عموما كذا خلصت أخبارنا لحلقة هذا الشهر في ديسمبر ونتكلم عن حلقة جديدة كل بداية اثنين على سماشي تيفي لنغطي لكم آخر أخبار شركات الناشئة والمتوسطة في السعودية ومع مقابلات حصرية بعد شوي بعد الفاصل رح نشوف أو رح نروح لمقابلة مع الأستاذة الجهرة الحبيب مؤسسة منصة بهار بازار للعناية والجمال في السعودية خلوكم أنا